النهاردة زي ما قلتلكم برح وأول مبارح المهندس هنا بريدة هو وقائمته تقدمه بأوراق الترشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم عن طريق الممثل القانوني وقلتلكم القائمة قبل كده اللي موجودة الأستاذ خالد درندالي نائباً للرئيس معه الأستاذ أحمد حلمي الشريف في العضوية والأستاذ محمد الشربيني اللي هو رئيس منطقة القاهرة في العضوية الأستاذ وليد عمر درويش في العضوية الأستاذ مصطفى أبو ظهرة والأستاذ طارق أبو العينين رئيس نادي سيراميكا وأستاذ محمد أبو حسين والزميلة العزيزة إناس مظهر دي القائمة الأساسية أما القائمة الاحتلاطية فالدكتور أشرف موسى عميد تربار يضايج جنوب الوادي كابتن جيم سحنة حكامنا السابق وكابتن هيام بركة حكامتنا السابقة وعضو لجنة الحكام السابقة لحد كده تمام نوعب بس شواء الحقيقة أنا هنا على الكرسي ده قلت مبارح وأول أنه المهندس هنا بريدة ستقدم بقائمة يوم الأربع وبالفعل تقدم يوم الأربع وقلت أن أنا أتكلمت مع المهندس هنا بريدة وبالتالي طلعت قلت لكم القائمة كلها مبارا اليوم اللي قبله قلت أن أنا أتكلمت مع الكابتن مجد عبد الغني وقلت بالضبط على الكابتن مجد عبد الغني نجم مصر ولاعب محترف في أوروبا ولاعب نادي الأهلي وتاريخ عظيم وإسم كبير جدا وإنه من حقه أنه يترشح للانتخابات وإنه مجدي له خبرات إدارية أو الكابتن مجدي له خبرات إدارية عظيمة وأيضا نجم كبير جدا من نجوم كرة القدم لكن اللي قلته واللي بقوله إنه الكابتن مجدي بيجد صعوبة في استكمال القائمة وقلت حتى أنا سألته هو شخصيا فقال لي أسماء قلت له يا كابتن مجدي الأسماء دي صعب إنها تبقى موجودة إنه بعد ما كلمني فت على معظم هذه الأسماء قالوا لي إحنا مش موجودين يعني على أحمد حسام طه على السادة اللوة أحمد عبد العزيز على كابتن إسماعيل يوسف أسماء كثيرة جدا فكلهم نفوا لي قالوا لأ إحنا مش موجودين فقلت إنه كابتن مجدي لم يستكمل قائمة وقلت إنه اللي ممكن تكون مؤكدة هي الزميلة العزيزة سماح عمار وقلت إن أنا أتمنى إن أنا أشوف انتخابات وأنا بحب أشوف انتخابات أنا معتقدش إن أنا أخطأت في حق الكابتن مجدي عبد الغني على الإطلاق لحد يدينا تعليمات يا كابتن مجدي والله ولحد يقول لنا أقوله كذا ولا ما تقولهش كذا ولا حاجة بيندي خالص على الإطلاق بالعكس ده أنت زميل ولك احترامك ولك تقديرك وبالفعل أتمنى إن أنت تكون موجود في الانتخابات ويبقى في مباراة انتخابية جيدة إيه الخطأ يا كابتن مجدي اللي إحنا غلطنا فيه مجرد بس سؤال والله استفسار لأن حضرك كنت منفاعل وغاضب جدا واتكلمته وبتاخد تعليمات من كذا ومن مين وليه وليه إحنا سيدي عشرة عمر فالهدوء يا كابتن مجدي الله يخليك بالعكس نفسي تترشح وتنزل قائمتك وحضرتك وقائمتك تيجوا هنا تنورونا وتقولوا برنامجكم الانتخابي وهتعملوا إيه والقصة إيه والحدوتة إيه يعني بالعكس يا كابتن مجدي نحن على مسافة واحدة وعند السنة بريدة له كل الاحترام وأنت لك كل الاحترام يا كابتن مجدي استكمل القائمة حدد معك معاد تيجي تنورنا نعمل حوار جميل طموحاتك برنامجك لأن نهض بكرة القدم المصرية زي ما اتفقنا مع المهندس هانية بريدة دي بس مجرد كلمة لكابتن الزميل العزيز والصديق العزيز كابتن مجدي عبد الغني أنا اللي مكلمه في التليفون وأنا اللي سأله يعني من كتر احترامي ومن كتر تقديري ومن كتر اهتمامي أنا اللي كلمته في التليفون معلنة المهم النهاردة في الأستاذ أحمد عبادة تقدم للترشح لأضوية الاتحاد المصري لكرة القدم هو زي منا إعلامي في أحد القنوات المجاورة وذهب للتقدم بأوراق ترشح في اتحاد القرى على مقعد الأضوية بشكل فردي طبعا أوراقه تم رفض استلامها لأنه دايما التقديم بيكون بنظام القائمة وأعتقد هو كان رايح لهدف معانه إثبات حالة بالفعل قام بتحرير محضر إثبات حالة لأنه مقابلوش أوراق ترشحه في انتخابات الاتحاد مفترض أنه في الفترة دي بيجهز عشان يرفع دعوة قضائية بعدم دستورية لأحد الانتخابات الخاصة بالقائمة المغلقة هو بيقول أنها بتتعارض مع قانون الرياضة ده وجهت نظره المصادر القانونية داخل اتحاد المصري لكرة القدم قالوا أنه اللقاحة سليمة وتم إجراء الانتخابات السابقة عليها اللي جابت مجلس الأستاذ جمال علام الحالي وأنه الموضوع ده الحقيقة مش مؤثر والليحة هي دي الليحة عايزين تغيروها بعد كده غيروها فيش مشكلة لكن بعد جمعية عمومية وووو لكن دي الليحة اللي هتجرى عليها الانتخابات ترجمة نانسي قنقر